السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله البنات تكونوا بخير ومركم بخير دائما وابدا ان شاء الله الرحمن الرحيم اليوم على بركة الله وكيفما هو موضح قدمكم على الشاشة سنقدم لكم مخ مشرمل بطريقة رائعة وكذلك مضاق هائل نتمنى انكم تجربوا الوصفة اول حاجة سنقوموا بها سنقوموا بتحضير المخ سنقوموا بطريقة الصحيحة لتحضير المخ سنقوموا ماء مغلي في القليل من الملح الفلفل الاسود وهو الابزار ورق غار وملعقة من الخل اي نوع خل خل الابيض او الخل العادي الماء نتركوه لحد ماء يغلي مغلي النار كتكون النار اللي هي متوسطة ما نعملوش نار عالية هنا عندي اه يعني مخ واحد انتوما على حساب الموجود عندكم عنا هاتش اللي تواجد عندي غادي نضعوه في الماء المغلي وكما قلت لكم النار دائما النار اللي هي متوسطة ما كتكونش عالية كنغلقوه الطنجرة وكنتركوه يعني كينضج المدة ديال الاربعة حتى الخمسة ديال الدقيق بالنسبة للاناء يفضل انه يكون الاناء ماشي واسع يعني الطنجرة تكون طنجرة اللي هي ضيقة على اساس انه المخ يبقى مجموع وكذلك النار تكون النار متوسطة باش انه المخ ميتشتتش لكم بعد ما كتفوت 4 حتى الخمسة ديال الدقيق كنزولو من الماء وكيصبح يعني كيبقى عفوا جاهز اننا نطبخوه باي طريقة احنا حبينا غادي نجزو دابش اننا نحضرو التتبيله اولا الشرموله لهاد المخ هذا بالنسبة الشرموله غادي نحتاجو واحد الحبة من الطماطم مبشورة ملعقة كبيرة من صلصة ديال الطماطم غري يحتاج كذلك الملح الملح دائما ركا تبقى حسب الضوء غري يحتاج كذلك سكنجبير او لزنجبيل تقريبا ربع ملعقة صغيرة او لرس ملعقة صغيرة كذلك الفلفل الاسود او لابزار راس ملعقة كذلك هنا لان الكمية عندي فص واحد يعني مخ واحد كذلك الكركم او للخرقم عرق او الحرقم بلدي كذلك ربع ملعقة ونصف ملعقة غير يعني مملوء من التحميراء او للبابريكا فهدي نعملو كذلك بعض القطارات من الصلصة الحارة وكتبقى اختيارية ولكن حقيقة كتعطي واحد الماضاق رائح انا كتعجبني يعني حقيقة من نسبة الناس اللي ما كتعجبوه مش ما يعملوهاش سوف نضيف هنا فص واحد ديال التوم يعني سوى تقطعوه او لا تبشروه ربع حبة حامض مخلل صغيرة يعني ماشي كبيرة معلقة كبيرة مفرومة من المعدنوس والقذبور كنخلط المكونات كلها مع بعض هنا نسيت انني غاد نضيف واحد شوية ديال كامون غاد نضيف شوية ديال كامون وكذلك الزيت بالنسبة للزيت ملعقة كبيرة من زيت زيتون يفضل زيت زيتون والبنات اللي بغاو يضيف يعني اللي ما كيحبوهاش ممكن انهم يعني يعملو الزيت العادية غاد نضيف كذلك كامون رأس ملعقة صغيرة كامون مطحون وهنا كتصبح عندي يعني تتبيلة او لا شرمولة جاهزة بالنسبة للمخ كنقطعه قطعه سواء مربعات سواء قطع طويلة يعني على حسب الضوغ ديالكم انا قطعته هنا شرائح لانا الكمية عندي كما بتلكم غير واحد غادي نشرملو كيبقى متماسك وحتى انكم ممكن تسلقوه تخليوه تلغد ليه عادة طبخوه ما كي يعني كيبقى يعني في حالة جيدة كناخدو قصينيا اللي غادي ندخلو الفران او لا تاجين على حسب الموجود عندكم كنوزعو الخاليط ديال تتبيلة او لا شرمولة ديال المخ الباقي ديال تتبيلة غنضيفوه ربع كوب من الماء ما كنضيفوهش كمية كبيرة من الماء ربع يعني كاس فقط هاد الكيمية تقريبا ما تكون واحد اه ربعات المعالق تقريبا اه لان المخ كي طيب بسرعة اه كنضيفوه كذلك الزيتون وكنضيفوه الفلفل الحار وكنضيفو كذلك شرائح ديال اه الليمون المخلل او الحمض امرقد كنكون نسخنا الفران وكندخلو الصينية ديالنا الفرن هذه الصينية بعد ما كتفوت عشرين دقيقة بالضبط كتكون جاهزة للتقديم كنقدمو اه يعني المخ اه كيف ما هو موضح بطبيعة الحال ما كيكونش يعني كيكون شرب الماء كليا كتكون صلصة ناشفة وعاقدة وكذلك المخ يكون متماسك وشرب مزيان في الصلصة كنزينو كذلك بشرائح ديال الحمض امرقد والزيتون وكنقدمو الطبق ديالنا بسحة والراحة كنتمنى الفكرة وقتنا الاعجاب ديالكم شكرا لكم وشكرا على متابعتكم اشتركوا في القناة